اشتركوا في القناة اشتماع مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز الثالث لعام 2022 وناقش سموه مع مجلس الإدارة التقدم الحاصل في تحقيق الأهداف التي تم اعتمادها مطلع العام الجاري حيث أكد سموه على ضرورة دمج الجهود والخبرات بين الشركات المشقلة ومشاركة مواردها لدفع عجلة التحول الاستراتيجي لقطاع النفط والغاز منوها سموه على همية رفع مستوى الكفاءة وزيادة معدل الانتاجية لدى الشركات التابعة وافتتح سموه الاجتماع بتسليط الضوء على مجموعة من القرارات التي من شأنها تنظيم بعض انشطة الشركات وتركزها على الانشطة التي تدعم مصادر الدخل الرئيسة لتحقيق النجاح التجاري مشيدا بالدعم الذي تتلقاه الشركة من قبل اللجنة العليا للطاقة والمصادر الطبيعية واستعرض المجلس خلال اجتماع تقرير الادارة التنفيذية الذي تناول اخر مستجدات الشركة والخطط التحولية لعدد من المشاريع الاستراتيجية الى جانب ذلك اعتمد مجلس الادارة مجموعة من القرارات المتعلقة بدعم المشاريع النوعية وتحسين انظمة العمل الداخلية وتطرق المجلس لمناقشة مراحل انجاز مشروع تحديث مصفات شركة نفط البحرين بابكو مشددا على الاهمية الاستراتيجية للمشروع في خدمة قطاع التكرير في المنطقة وتم كذلك تسليط الضوء على مستجدات شركة تطوير للبترول فيما يتعلق بمشاريع البحث والتنقيب وتقنيات الاستكشاف الحديثة التي تعمل الشركة على توفيرها وفي الختام اشهد سموه بالدور الهم والمتميز الذي تلعبه الشركة القابضة للنفط والغاز في سبيل تطوير هذا القطاع الحيوي وذلك بهدف تحقيق اهداف الرؤية الاقتصادية للمملكة لعام 2030 ترجمة نانسي قنقر